لما الزوج يرفع دعوات على الطلق وما يقدمش المبرر الشرعي أنت تعرف باللي في القانون الأسرة وقاضي قبل ما يحكم بالطلق يدير محاولات الصلح بين زوجين يعيط لهم في جلستين ولا ثلاث جلسات لمحاولة الصلح إذا أصر الزوج على الطلق دون أن يقدم المبرر الشرعي ما أعطاش سبة ذلك أنت الرجل يجي يقول لك أنا طلقت المرأة يخرج طرحت المواليها وما قتليش هذا ما هو مبرر الشرعي لا يرقى إلى سبب الشرعي باش تطلق يجي يقول لك المرأة أنها تصبح ما دارت ليش الفطر المرأة ما شفتش الدروش تعذر المرأة قلت لها أغلقي الباب ما أغلقتش الباب هذا طلقت على السوفية هذا طلقت على السوفية هذه الأسباب تطلق نعم هنا الزوجة تتمسك بالرجوع لأنها ما يمكنش حتى يتسيروا في الطلق ولكن القاضي يحكم بالطلق للزوج عملا بمبدأ العصمة بيد الزوج إن شاء أمسك وإن شاء طلق سرح هنا هي تدي تعويضات تعويض عن طلق السوفية